في الماضي كانت جزر أوركني لسكنتلندية تعتمد على طاقة المولدة عبر المحطات التي تحرق الفحم والغاز ثم تنقل عبر الكبلات الممتدة أسفل مياه البحر لكنها الآن تستخدم توربينات الرياح التي تولد قدرا كبيرا من الكهرباء الخالية من انبعاثات الكربون تتعرض أوركني لهبوب الرياح على مدار السنة كما أنها منكشفة على المحيط الأطلسي وبحر الشمال ما يجعلها قادرة على تشغيل أكثر من 700 توربين صغير حيث تولد الجزر احتياجاتها الكاملة من الطاقة المتجددة والتي يبلغ إنتاجها السنوي 120% مما يفوق الاستهلاك المحلي وهنا يأتي دور نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يتم ابتكاره تتمكن هذه التقنية الذكية في تحويل شبكة الكهرباء من مولدات الرياح إلى شبكة ذكية تحتفظ بالطاقة الفائدة هذه الطريقة العملية تحقق شبكة طاقة صديقة للبيئة ونظيفة تغني عن استخدام أي وقود يصفر عن انبعاثات كربونية كما يمنع إيقاف تشغيل التوربينات عندما تولد طاقة أكثر من الاحتياج تعتمد أوركني على محطات طاقة الرياح ذات الملكية العامة في تزويد القرى المحلية بالكهرباء كما تنتشر بها السيارات الكهربائية غير الملوثة للبيئة إضافة إلى اختبارها تقنيات جديدة لتوليد الطاقة من حركة الأمواج وفي المستقبل القريب لن يتم تشغيل أي من السيارات أو العبرات في أوركني إلا بواسطة الطاقة الكهربائية المتجددة والصديقة للبيئة وتعتبر أوركني مثالا نموذاجيا للمملكة المتحدة لمستقبل أكثر اعتمادا على طاقة المتجددة والصديقة للبيئة اشتركوا في القناة